السلام عليكم ازيكم يا بناتا عاملين اي يا ربكم بالف ساحة والف خير النهاردة الفيديو بتاعي ان شاء الله هيكون يومي في رمضان هيكون عامل ازاي? ازاي بيقسم وقتي بين العبادة وبين الاولاد وطبعا الاكل بتاعنا عمال الاكل والطبيقى والتنظيف وكل الكلام ده. هبتدي معاكم من اول ما الساعة بقت اتناشر اه الدهر انا نصحيت من النوم من ساعة اتناشر. اه لان بصراحة بنان بعد الفجر. اه فبقى يعني بعد ما صلي الفجر كده. وبقرى شوية قرآن ببتدي بدخل انام وبعد كده بطحا على ادين الدهر الساعة دلوقتي تنشر. اول حاجة هعملها طبعا هدخل بقى الحمامة توضى واخسل وشي وصلي. دلوقتي هصلي الدهر. وبعد ما صلي الدهر هقعد اقرأ شوية قرآن. اه ده المصحف بتاعي. علشان تقدري تقري كمية كبيرة من القرآن حاول تقسميه شوية يعني على اليوم بتاعك. خصوصا ان احنا امهات وعندنا وعندنا طلبات كتير طبعا مش هنعرف نوات فتاة طويلة. آآ من قريب ما هتشوف اللي ورانا. فممكن نقرأ خمس صفح مسلا بعد صورة الفجر خمسة بعد الدهر خمسة بعد العصر. وهكزا. او ممكن لو لقتي عندك وقت شوية بعد اي صالة فيهم ممكن تزودي. تخليهم عشر صفح مسلا بحيس ان انت كده تخلصي الجزء بتاعك وتخلصي الورد بتاعك آآ آآ على مدور اليوم. ما تأجليش يعني. بعد كده هبتدي ادخل المبخ علشان اجهز الخروب. الخروب طبعا بياخد وقت شوية على البال ما يبيسقع. فعلشان كده بعمله اول ما بصح على طول وبعد ما بصلي. هبتدي ادخل المبخ معايا هنا كوباية سكر وكوباية خروب. آآ كنت عملت معاك وقبل كده. نحب الخروب جدا بنحب نشرابه يعني على طول. فانا هنا جبت حل على البوتاجيز حطيت فيها السكر عشان يتكرمل. ويخلي النار واطع عليه وبعد ما يتكرمل هبتدي انزل بالخروب واتديله تقلبتين كده مع الكرامل. وبعدين آآ هحط المياه واسيبه يجليه ساعة ساعتين لحد ما هي الخروب آآ يطرى معايا وينازل كل العصار اللي فيه وبعد كده هاخده وزوده مياه. او هحطه في في شفشأ بتاعي او الدور اهو حطيته وهبتدي دلوقتي هشيله في التلاجة علشان آآ يعني يلحق يسقع معايا قبل الفطار. وكمان عملت العصاير دي عملت سوبيا وعملت آآ كاركا دي. ودي كده كل العصاير اللي انا عملتها النهاردة هشيلهم في التلاجة عشان يسقعوا آآ وبعد كده هعمل هبتدي بقى اعمل آآ الفطار بتاعي النهاردة. انا النهاردة هعمل اكل خفيف كده. هعمل بيزا. آآ فانا ببقى شايلة بصراحة دقيق في التلاجة. آآ علشان ما يبوصش معايا. آآ انا طلعت هنا كده الكيس بتاع الدقيق وطلعت كمان آآ علبة زب بزبادي. يفكوا شوية برضو ويهدوا وعلشان اعملهم. وبعدين قعدت شوية بقى فطرت اولادي آآ واقعدت شوية لحد ازان العصر مأزن. دخلت صليت العصر. وبعدين اريت آآ برضو شوية من القرآن. اريت حوالي خمس صفحات. وبعدين كده دخلت المطبخ عملت عجينة البيزا. اجبت الدقيق احطيته في العجام بتاعي. العجام بيسهل علي كتير قوي بصراحة العجل. آآ دي الكبة العادية يعني فيها قطع للعجن كده فانا حطيت آآ الدقيق. عمل بالزيتين. فحطيت اربع كبات من الدقيق. وحطيت آآ علبة الزبادي. وحطيت آآ اربع معالق من الزيت. آآ وطبعا الخميرة كنت مدوباها. في مية دفية مع معلقة من السكر. حطيت كل ده مع بعض وفلعة الجان. وهخليه تعجن. وهسيبها تخمر وبعد كده آآ هطلعها افردها في الصناية بتاعتي. وهحط لها بقى الصلصة والحشو بتاعي. انا هعمل واحدة بالآ بالمسترمة وواحدة بالفراخ. الفراخ طبعا ببقى هسويها من قبل كده. وبعدين معي فلف الرومي ومعي ماشروم وزاتون. وهبتدي احط المكونات على العجينة. بس طبعا بعد ما تخمر لتاني مرة. وهسيبها بقى تخمر وبعدين آآ هروح اعمل حاجة حلوة. انا عملت الكنافة بالآ اشطة دي. تحفة تحفة تحفة. آآ عملتها نزلتها لكم. طبعا لو حابين تشوفوها ترجعوا لها. آآ جميلة جدا جدا. عملت بما ان يعني البيضة مش هتاخد وقت معي فقلت عمل النهاردة حاجة حلوة. فعملت الكنافة بالآ اشطة دي. آآ بجد رائعة يعني وطعمها تحفة جدا. يارب بتجربوها وتعجبكم ان شاء الله. الساعة دلوقتي بقت ستة. طبعا بفضل ساعة. اقل من ساعة على الآزان. آآ دخلت على طول. مليتك كل من بتاعي ده بالمية. بشيل تلج في الفريزر. وبعدين بطلعوا آآ املك كل من مية طبعا وحط التلج آآ علشان نلحق نشرب منه يعني يبقى سائق على الفطار. وكمان نشرب منه بقيت اليوم. وبعدين هبتلي دلوقتي اسوي البيتزا. آآ حاطيت المكونات كلها على البيتزا وبشارة جيب نارومي حاطتها على الوش. وبعدين دخلت الصنيتين جوه الفرن الاول بدخلها على الصدمة من تحت آآ خمس دقايق بعد كده برفعها فوق ممكن تحت الشوية آآ شوية بس تاخد لون. او بعد كده طلعتها حطيت عليها جبنا المزاريلا بعد ما عندنا خمس دقايق طلعتها حطيت عليهم هما الاتنين جبنا المزاريلا. وبعدين دخلتهم الفرن آآ ياخدوا وش كده تحت الشوية وبعد كده ده كده شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. او ما اخدوش معايا يعني ربع ساعة او تلت ساعة تسوية بس عشان يلحق يهدو شوية قبل ما هنبتدي نفطر عشان اكل ما بقى سخنا قوي. وبعد كده دلوقتي الزي ينقزن وحنا دلوقتي هنبتدي نعد علشان نفطر. طبعا قدمت معهم بقى العصاير. وكنت عاملة كمان امر الدين من آآ مبارح. فقدمت برضو اللي كان عايز امر الدين شرب. وبعد كده بعد ما اكلنا الحمد لله قمت آآ صليت المغرب. آآ بصراح ما قريتش قرآهم بعد المغرب بقولتها عوضوا بقى في الفجر. آآ بعد ما صليت آآ دخلت عملت كباة شاي. آآ وبعدين آآ جيت بصراحة عاتست رايحت شوية كده بعد الاكل مش ببقدر على طول اقم اخسن الموعين. آآ بس تاني حوالي ساعة كده. قمت عملت كباة شاي وجبتها ومعي الموبايل بتاعي بحب بتفرج قوي على التمثيلية دي تمثيلة رحيم. آآ يا دي التمثيل الوحيدة اللي انا متابعيها يعني آآ فبصراحة بتفرج عليها على اليوتيوب لان على التلفزيون طبعا عارفين كمية اعلانات راهيبة بتيجي. فانا بتفرج عليها على اليوتيوب مع كباة الشاي كده في الساعة دي بالزبط. يبقى كده دي تقريبا الساعة بتاعتين انا بس رايح فيها شوية. وبعدين بعد ما خلاص بقى المسلسل خلص للأسف دخلت القدري دخلت على الموعين. آآ عجان بقى وصواني ومعرفش ايه. دخلت طبعا غسلتهم كلهم زي ما انتم شايفين منظر الحود ده هعمل ازاي. غسلت وخلصت الموعين. وبعدين نضفت ومسحت الروخامة بتاعتي بجيبها خخب مية بدي طول. بعد ما مسحها الاول بفوتة مبلولة ببتدي ارش. آآ وبعد كده نضفها. وبعدين بحب اخسر الحود بتاعي بعد ما خلص الموعين. آآ انا هنا حطيت سابون ام اتقاص بالموعين يعني وعليه معلقة من الخلق. والسلق بقى وبتديت ادعى كويس. ممكن كمان تضيفي معلقة من كده. هتلاقي بي لما معاك الحود اللي استلت حلوة قوي قوي قوي. اشتركوا في القناة. خلاص كده خلصت غسلت الحود كويس. ولمعته نشفته. وبعدين خلاص هقلع بقى الجوانتي بتاعي وهبتدي اخسر ايدي بالصابونة دي بحب استخدمها على طول صابونة النابولسي. بس كده انا خلاص خلصت آآ شغل المبخ النماردة ونضفت المبخ كويس قوي قصلت مع عين. انا مبضل صحية لغاية الفجر مش بنام. آآ فدلوقتي قبل الفجر بساعة. هبتدي اعمل السحور بتاعي هنا طبعا الفول آآ ده الفول طبعا كنت مدمسة معيكو. سخنته. كويس قوي. وبعدين هبتدي اجهز السحور بقيت السحور حطيت جبنة نسلته وحطيت جبنة آآ من اللي هي الفيتا دي. وبعدين طبعا ما قطع خاص آآ وكمان خيار هقطعه. الخص والخيار طبعا علشان خاطر بقى العطش. وده كده الفول بتاعي بعد ما خلاص سخن كويس. هبتدي بقى انا ببقى حطاله هو على النار بحطاله الملح والكمون. بعد كده ببتدي بعد ما شير مع النار هحط اللمون وحط الزيت. كده حطيت اللمون وحطيت الزيت وهقلبه. وهبتدي اهريسه بس بسيط كده. وبعدين هقدمه فالطبق. وحط على وشه يعني رشة بسيطة كده من التحينة. وكده السحور بقى جهز معي البيض. آآ عملت بدمقلي والفول والجبنة والعيش والزبادي والخص والخيار. آآ وكده دلوقتي هنبتدي نتصحر وبعد ما تصحر طبعا هبتدي ان شاء الله صلي الفجر. وبعدين اقرى شوية من القرآن آآ شوية اللي كانوا بقين لي ان انا مخلصتهم مش بقية اليوم. آآ وكده النهاردة اليوم بتاعي يبقى خلص وانا كده النهاردة بقى وردكو يومي بيبقى عامل ازاي في رمضان. آآ يا رب الفيديو يكون عجبكو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك على الفيديو وشير لاصحابكو. وسبسكرا في القناة لابش مشتركين. وكمان فعالوا الجرس عشان ونبسلكم كلنا نبدم و السلام عليكم.